ترجمة نانسي قنقر تعرضت شركة النظافة الإسبانية التي ستتسلم مهام معملها في النصف الثاني من العام الجاري خطة عملها في المحافظة الجنوبية وذلك في اجتماع استثنائيا عقدته مع عضاء مجلس بلدي الجنوبية حيث أبدى ممثلوها رغبتهم بالاستعانة بكافة الموظفين البحرينيين في الشركة السابقة للاستفادة من خبرتهم إضافة إلى العمل على ضم مائة موظف بحريني جديد بتكون هناك نقلة نوعية في مستوى النظافة من كل الجوارب وإن شاء الله نتمنى أن المواطن يحس في المنطقة الجنوبية أن هناك الشركة الجديدة عملت نقلة نوعية في مستوى النظافة بتكون هناك اجتماعات دورية ويصير تشكيل فريق عمل بيننا وبين الشركة الجديدة لوضع التفاصيل المطلوبة من عدد الحاويات ونوعية الآليات التي تستخدم أوقات أزالة المخلفات وكل هالأمور إن شاء الله يتم تطرق لها من الأسبوع القادم في اجتماعات مكثفة بيلاحظون الناس من بداية شهر ستة يعني بيجون بيلاحظون الفارق في الآليات في العمالة في طريقة التنظيف اللبس الشكل كل شي بيكون نتغير احنا بينا ننتقل نقلة نوعية بالنظافة احنا ما نبيه فقط نغير ملابسهم ونفس الأفكار ونفس الآلية ولكن لا كل شي بيتغير مع الشركة الجديدة واللي احنا نتمنى أن نتعاون الأهالي معهم الارتقاء بمستوى النظافة ليس هدفها الوحيد بل قامت الشركة الجديدة بوضع مجموعة من الخطوات والحملات التوعوية لتتوجه بها إلى أكثر الشرائح تأثيرا في المجتمع من مختلف الفئات العمرية وخصوصا ما يتعلق بإعادة التدوير حيث اعتبرته الشركة من أولوياتها القصوى نحن في شركة النظافة الإسبانية سنتسلم مهام عملنا في المحافظة الجنوبية والشمالية بشكل فعلي في الأول من شهر يونيو ولن نكتفي بفكرة النظافة فقط وإنما سنعمل على نشر التوعية في المجتمع لنتمكن من تحقيق هدفنا كما سنعمل على تعزيز فكرة إعادة التدوير حيث سنتجه إلى طلبة المدارس والجامعات ونقرص في داخلهم أهمية إعادة التدوير والاهتمام بالبيئة ومن جانب آخر فإن تواجد الشركة خلال الخمس سنوات الغادمة سيعمل على إطلاق جيل مدرب من الموظفين البحرينيين بعد إرسالهم إلى إسبانيا للتدريب من جانب آخر شدد أعضاء المجلس البلدي على ضرورة التواصل معهم للتعرف على كافة الاحتياجات الخاصة بالمنطقة للارتقاء بخطة عمل الشركة إلى طموح أهالي الجنوبية متأملين أن يكون للشركة دور واضح في المنطقة خول اللي جرينيس بمركز الأخبار تلفزيون البحرين